برافو عليك. ايضا حكيم برضو عايز اسألك في نقطة اخرى وعمرنا برضو ما سمعنا نادلي مثلا الاهلي اتحجر على فلوسه في البنك او اتحجز على فلوسه في البنك من هذا اي حاجة من هذا القبيل يعني. خلال الفترات اللي فاتت. انت عمرك سمعت عن حاجة زيدي? خالص. انا بس هتبديني ديتين بس. تلاتة. تلاتة. اه بقى في ميزة مهمة جدا في ادارة في ادارة النادي الاهلي. ميزة مهمة جدا في ادارة النادي الاهلي. كل ادارة بتيجي بتشتغل على مجموعة من المشروعات. اي. تبقى عبارة عن المداخيل. المداخيل للنادي الاهلي بتجيب له الفلوس. اي. بمعنى ان الادارات لحد مثلا. كان الكلام ده بدأ من الراحل العظيم لكابتن صالح سليم. اه. اللي كان الكابتن حسن بدأ فيه. لما كان نادي برئيس نادي. بدأ في موضوع الرعاية. والبس الفضائي. وكاس العلم الان دي. ده كان ده كان مؤخرا. دي كلها مصادر داخل. السوبر الافريقي وشركة الملابس اللي بتديك فلوس. والاشتراكات والعدويات والمرحلة اللي في الشيخ زي. انت كمجلس ادارة لما جيت. عشان الناس برضو بتبص بتحسب مجلس الادارة مش شرط المجلس ده. على انجازاته ككورة. انجازاته كانشاءات. لا مهم جدا في النادي الاهلي انه بيحزن الوعد على الحاجة مهمة جدا. ما حدش اخذ بالو منها. ايه المشارعات اللي انت عادنا سنتين ما حدش اخذ دور ابطار. ولا رعاية ولا جماهير. ولا عاية ولا جماهير صح. فالمجلس اللي موجود دلوقتي او مش عايز اخص انا بقول المجلس اللي قبل كده حطت حاجات. قلتها. المجلس ده حط ايه? حط عندك حضرتك موضوع بند الاسوار ده مكانش موجود. ده اتعامل جديد. مضبوط. الاسوار. عند حضرتك ضفط من داخل من السوشيال ميديا واليوتيوب. ودي مبالغ معقولة. عند حديك مشروع بيتم اللي انتهي منه حاليا اسمه اهل اونلاين سول. مشروع الوحدة الاقتصادية. ده مشروع سنوي. ويوفر على الناد الاهلي فلوس كان بيتفاح ايجارات في ملاعب زي استاد السلمة بتلعب عليه ملعبك دلوقتي. ووفر عليك مداخل عضويات وبالتبعية على الناد لفرع جديد اللي هو التجمع الخامس اللي هفتتح ان شاء الله المرحلة اللي هو منه. في شهر نوفمبر. اربع مشاريع داخلية جوة مقر عندك مدينة ناصر. من ضمنها الجراش. من ضمنها مجموعة الحاجات المشروعات الداخلية. وحاجات تانية زي مجمع بنوك في الشيخ زايد. دي مزايدة اتعملت لتلات بنوك وطنية عملوا مجمع بنوك في الشيخ زايد. دول بيجيبوا داخل سنة والمزايدة او العقد اللي اتعمل عشر سنين بيجيبوا داخل سنة وسابق. ضفت عندك مرحلة تانية في الشيخ زايد. وده هيتباعها اعلانات داخلية. ضفء وخارجية في نفس الوقت. وهتتحط في قراصة الشروط والرعاية اللي جايين. وهتشوف ردود فعلهم في الانكم بتاع الرعاية هبقى الرقم اكبر. ضفت عندك الوضع وضع حجر اساس لمدينة رياضية في الشيخ زايد. اللي هقوم من ضمنها استاد النادي والمتحف. دي هتباع بعد اربع سنين هتعمل مداخيل تانية. انا بتكلم على مداخيل مستقبلية. طيب. المجلس اللي موجود ده. وقف الحل حد كده. عملت مداخيل في الفترة دي. وبالتالي. مالش. وبالتالي انت في الفترة اللي كان فيها الناس كلها مزنوقة. انت الدنيا الحمد لله. مزنوط طبعا. بس ماشي. انت بتشتغل بتاع عملت مشاريع جابت لك انكم. طب. انت وقف دورك احد. لا. لازم اعمل خطط لللي جاي بعدي. هو ايه الفكرة ان الاهل ادارات متعقبة. ان المجلس ده بيكمل بعد. هو جزء منه اعضاء موجود. مش موجود. هو حتى افكار ومشروعات. محل دراسة حاليا زي. اه. مثلا. المرحلة التانية من التجمع الخامس. هيبدأ فيها مباشرة بعد. افتح المرحلة الاولى. عند حضرتك تلات مشاريع. منها مشاريع بترتبط بعلاقتك بالجماهير. بحيث تكون في علاقة بالجماهير زي. اه. بتقوى علاقة بالجماهير. ومن غير ما تطلب منهم. انت بتعمل مشاريع مثلا اونلاين. بتبيح حاجات. بتبقى فيه حاجات مثلا. النجمة بتاع الفاري يمضي لك على تشير ده. بكزا. دي المشاريع دي على فكرة موجودة برا. في عند حضرتك زي علامة نادي القرن. اللي بيتم حاليا الموضوع بتاعها. هيتم تسويقها. زي علامة النجمة العشرة. زي عندك مشروع اربع اكاديميات داخل افريقيا ده بشكل مبدأي. وبيترولى الملف ده. باستاذ محمد الجرحي ومعالكابتن شطة بما لهم الخبرات. في مشاريع كتير جدا محطوطة دلوقتي للمجالس اللي جاية. وده الفارق ان بيجيب لك ازاي تضيف انك تجيب مداخيل فلوس. عشان كده حتى لو فيه ازمة هتلاقي الامور ماشية بشكل كويس جدا وسالس. حتى لو بدليل اهل لما حصلت ازمة كورونا مخفطش جنيه واحد. ده وكان قرار تاريخي. قرار مجلس ادارة تاريخي. فده الادارات المتعقبة بتكمل على بعضه كل ادارة تيجي. بتسلم اللي بعضها مشاريع. شغالة لو بتجيب انكم. وبالعكس افكار تانية واللي بعده بيكمل. سواء المجلس ده موجود او بعده كله هيكمل على بعض. كده خدت 11 دقيقة. كده خدت 15 دقيقة. معيني معيني معيش ساعة يعني بس. لا بس كلام الحقيقة محترم وهو تفصيل لكل الكلام اللي احنا بنقوله. ده تطبيق حرفي لكلمة الاهلي فوق الجميع. بالزبط كده. حرفي. تطبيق حرفي. هو مش فارق مين بالزبط وشرحه بالارقام وبالمشاريع وبكل حاجة.